الخبر هو اللي عادنا عن اسامة مروة وسفره ففي البداية اسامة مروة نزه هذا المقطع على قناته باليوتيوب اللي كان يعني من خلال انه حيفترق عن الناس واصاله ولكن بعد اليوم نزه هذا المقطع على قناته وليكشف به وهو وين حي سافري بعد عن الناس واصاله واللي هي حيروح الدبي وهذا يعني اتوقع انه حيصوره واي ويغيث مروة واي من اليوتيوبر الهناك طبعا الله يوقع يا رب وانشاء الله تكون بداية جديدة وطبعا لنسلوني يا حبايب نتدعي بالكومنتات الله يفقد هذه البداية الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هو أحمد أبروب والمقطع العظيم اللي نزله فأحمد أبروب نزه هذا المقطع على قناته باليوتيوب اللي كان يحكي به على السوشال ميديا ضد فلسطين وصراحة أهني أحمد أبروب على هذا المقطع مقطع رهيب ومقطع كلش بمعلومات ومتعب عليه فطبعا رحطوكم رابط مقطع بالوصف أتمنى من الكل يروح يشوفوا المقطع أما اليوتيوبر الثاني اللي عادف هو مملكة المشاهر وكشف الحقيقة للبنات اليوتيوبر وبأشياء صراحة واقع هواي بيكم رح يصدمون من يشوفوها لكنهم رحطوكم رابط مقطع بالوصف أتمنى من الكل رح يشوفوا المقطع ويصدمون الموضوع وبعد اكتبوا لبالكومنتات شواركم مقطع أحمد أبروب العظيم وشواريكم بالمقطع خناة الثانية الخبر الثالثي اللي عادنا عنه نشايب ومتعبين واستهزائهم بيه فتشرت شوية مقاطع على التيك توك وبهذا المقاطع شوية قعد يرقص بيها وقعد يقول بيهتو عن ماء الكلام شوي زا 18 بطريق غير مباشر يارب يعني رح أدعييك مهمين علي وين عا تركيه وين عا تركيه الممي عبايبي اسمه ديقولكم شغلي خليها سير بناتنا رح صوركم شغلات ما حتصورها فاكتبنا احباب بالكومنتات شاركوا باللي شفتو من انس الشايب الخبر الثالث اللي عادنا عنته هجي من المتابعين على النارين بيوتي وموفلوكس بالنارين بيوتي وموفلوكس نزلوا على حساباتهم من انستجرام هذا البوستات وبهذا البوستات كان بيهاهم هذول الصور فكل الكمنتات اللي جاتيهم عليهم قاد يقولهم انحنا اليوم شفناكم بقلات مملكة القصص انتي وموفلوكس قاعدين بالمطعم ومن هل رجعتوا لبعض او لا بمن هما اساسا مصرحة وايشي عن هذه الصورة اللي انتشرت اللي كان بيهاهم وفلوكس ونارين بيوتي ومبارحة قاعدين بمطعم فاكتبنا احباب بالكومنتات شاركوا بالخبر وهل توقعين حرجون صورهم يا بعض او لا الخبر الخامس اللي عادنا على المتابعين كيشفهم حقيقة انس واصاله وخفهم كلمة فلسطين من الكومنتات اللي عادهم طبعا هما خفوها يا حباب من القناة الاجنبية ولكن اليوم خفوها من القناة العربية برغم ان هما نزلوا مقطع الفلسطين ولكن ما دريش هما خفوها من القناة الاجنبية وما دريش هما خافيهم من القناة العربية بمس بأشخاص اللي سقولون لش هما خفوها صراحة ما دريش انسبب الضبط تكتبونا بالكومنتات شون تقرون هلما يكريدون نخفوه ان شحادي من الكومنتات اما بمس بل دليل لنصلوا لاخل مقطع نزلوا وننزلوا بعد التعليقات او باروح للمتاح اذا انا مضف التعليق اشخاص اخو براي حبايب رحا يشوف التعليق من حسابه نفسه حبايب لازم تغيرون الحساب يلا تشوفون اذا التعليق حيطلع لوناء كل اشخاص يشوفون من نفس حسابهم فاكيد لا حيطلع بس اذا تغير الحساب ما رح يطلع للتعليق المهم انتم مشافين حانين مطلع التعليق فاكتبوني احبا بلكومنتاج اشتركوا في بعض الخبر وبوصلوا لحبايب نهاية الصلاة المقطع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع السلامة